مرحبا أصدقائي اليوم ولأول مرة من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا يصير تمرد محاولة انقلاب بداخل الأراضي الروسية من قبل ميليشيا فاغنر هذا الأمر تتكلم عنه الآن روسيا والحكومة الروسية والإعلام الغربي وهذا اليوم موسكو وفلاديمير بوتين وصفوا أو وصف بوتين ما فعل يفقيني بريجوجين وهو الزعيم ميليشيا فاغنر بأنه تعريض روسيا لخطر مميت ويوم أمس أعلن رئيس فاغنر شكل من أشكال التمرد والعصيان وطالب من أن تقوم عناصر قواته عناصر ميليشيا فاغنر بقتال الجيش الروسي وطلب من القوات المسلحة الروسية بعدم طاعة قادتهم أي عدم طاعة بوتين ووزير الدفاع سيرقي شويغو لا توجد معلومات كافية يتم نشرها من قبل الإعلام الروسي ومن العاصمة موسكو ولكن يقال بأنه ببعض وسائل الإعلام أن اشتباكات حصلت ببعض المدن الروسية وبعض المدن قوات الأمن الروسية أفسحت بها المجال لقوات ميليشيا فاغنر وبالعاصمة موسكو هناك مقاطع فيديو تنشرها الآن كل وسائل الإعلام بالتلفاز تبين انتشار الدبابات والآليات العسكرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه كلمة بالليلة الماضية إلى الأمة الروسية بعد أن حصل اجتماع أمي مغلق قال بالكلمة أن هناك من تم جرهم لمغامرة إجرامية عبر التمرد وهذا التمرد يحصل بالوقت اللي يتخذ بروسيا قتال ضد النازية وصف من أطلق التهديد ضد القوات الروسية بأنه خائن أي المقصود بالخيانة هو يفقيني بريغوجين جهاز الأمن بالدولة الروسية دعا مقاتلي فاغنر إلى عدم تنفيذ أوامر قيادتهم ودعا أيضا إلى اعتقال زعيم ميليشيا فاغنر اللي هو يفقيني بريغوجين المشكلة ترجع بالأساس إلى أن زعيم فاغنر متعطش للقتال بشكل كبير بأرض المعركة نتكلم عن المعارك بأوكرانيا ويتهم دائما وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بالخيانة وبحجب الأسلحة عن مقاتلي فاغنر ويقول عليه أنه يستخدم القوات المسلحة لأجل مصلحتها الخاصة وهذا الكلام طبعا يعني يزعج وزير الدفاع الروسي ويزعج الرئيس الروسي طبعا المشهد معقد جدا خصوصا وأنه بصباح هذا اليوم مدينة روستوف الروسية شدت اشتباكات بين فاغنر وبين الجيش الروسي والقوات الأمنية واللي يخلي الأمور معقدة هو أنه بروسيا منالك فئة من القوميين المتشددين اللي هم أكثر تشدد بكثير من رأس السلطة الحالي هذه الفئة يعتقدون أن روسيا هي دولة عظمى وأنها تخسر بالحرب تستنزف بالصرع مع أوكرانيا ويريدون أن يتم استخدام لسلحة الفتاكة اللي تتميز بها روسيا مثل السلاح النووي أو السلاح النووي التكتيكي ويضغطون على الحكومة الروسية وهم يدعمون أيضا فاغنر ورئيس فاغنر وهو يستمت قوته من هذه الفئة الواسعة بالمجتمع الروسي وعلى ما يبدو فإن الأمور متجهة نحو التدهور الأكثر لأن مظاهيرة هذا اليوم بدأت يعني مقاطع فيديو انتشرت على الانترنت كما يبدو أن قوات فاغنر أسقطت طائرات مقاتلة حربية روسية سخوي من طرز 35 داخل أراضي الروسية وصورتها ويعني تكلمت فاغنر عن تقدم تحرزه بالصراع أمام الجيش الروسي فالجميع الآن مسلح وكلهم عندهم كل الإمكانيات بنفس الوقت يعني يوجد صمت إعلامي مقلق من الداخل الروسي وما يعني ينتشر الآن هو تفاصيل من وسائل الإعلام أجنبية واللي يحصل يعني بالوقت الحالي هو أنه دول أوروبية عديدة تحذر مواطنيها من تجنب السفر تقول لا تسافرون إلى موسكو لا تسافرون إلى روسيا بسبب يعني الوضع المجهول اللي يعني يحصل الآن بدولة روسيا ما يخشاهد جميع هو أن تتفاقم المشاكل بروسيا اللي بيها أكبر ترسانة نووية للسلاح بالعالم والمشكلة أنه الترسانة النووية موزعة على أراضي عديدة خصوصا الأراضي اللي ميليشيا فاغنر تحاول أنه يعني تعمل بيها اشتباكات مع القوات الروسية فلا أحد يريد أن تخرج الأمور عن السيطرة هناك ويجب أن تحتوى المشاكل وتنتهي حتى الحرب الأوكرانية كون طالما الحرب موجودة فإن الأبواب كلها مفتوحة على أي شيء ممكن أن يحصل موضوعنا الآخر أصدقائي بألمانيا الآن هناك معلومات تنقلها وسائل الإعلام تفيد بأن الشرطة الألمانية والمحققين بالشرطة قاموا بعمليات تجسس على مكالمات هاتفية لأعضاء بحركة الجيل الأخير هذه المجموعة هي تجمع لحماة المناخ اختصاصهم قطع الطرق وقطع الخطوط السريعة جلوس بالأرض استخدام مواد لاسقة لأجل أن يلتسق جسمهم بالأرض حتى يسمون ازدحامات للترويج لعدم استخدام السيارات أو السيارات اللي تعمل بالوقود طبعاً حياناً يعملون اقتحام لمتحف يرشون مادة معينة بمتحف اللوفر بكذا متحف ببرلين ويعني يقتحمون مطارات يرشون طلاء أو صمغ على طائرات المهم الآن زود دوتشت سايتونغ نشرة تقرير يفيد بأن مكتب شرطة بافاريا تنصت على مكالمات هاتفية لأعضاء هذه الجماعة والتنصت مستمر منذ شهور عديدة وبدأ ابتداء من عام 2022 مكتب الشتاتس أنفالتشافت أو الادعاء العام ببافاريا أعلن أنه هناك اشتباه بأن أعضاء الجيل الأخير مشتبه بهم بتشكيل منظمة إجرامية الأمر يعتبر تطور كبير كون حركة الجيل الأخير يعني مدعومة من الخضر لديهم شبه ما يسمى بغطاء قانوني ولكن ولاية بافاريا اللي حكمها زودر وماركوس زودر تنظر للأمور بمنظور مختلف بعيد عن حكومة برلين ولديها سياسة أكثر تشدد تجاه حركة الجيل الأخير وحتى الولاية كانت تعارض الحكومة الألمانية بموضوع أطفاء المفاعلات النووية موضوعنا الآخر أصدقائي بألمانيا يحصل من حين لآخر نقص بالأدوية النقص أحيانا يكون حاد جدا يزعج الناس بشكل كبير لأنك تروح للطبيب طبيب يكتب لك دواء تذهب لعشر صيدليات ويتم إخبارك بأننا نعاني من ليفر منقل أو يعني نقص بالأدوية يعني هذه الأدوية أحيانا مهمة جدا من ضمنها مضادات حيوية أنتي بيوتيكوم وأدوية الأطفال وخوافض الحرارة وحتى أدوية السرطان لم تسلم من نقص الإمدادات سبب نقص الأدوية بألمانيا هو سبب الأخطر اعتماد الدول الأوروبية بصورة عامة من ضمنها ألمانيا على شراء الدواء من الدول الأسيوية كون الإنتاج هناك رخيص الدول الأسيوية تغيرت سياساتها من ترك إنتاج الأدوية الرخيصة إلى إنتاج الأدوية الغالية الثمن وهذا التوجه بدأ يحصل بعد قدوم الكورونة وبعد تطوير اللقاح الكوروني اللي در مليارات الدولارات من الأرباح لمن صنع اللقاح ولمن اخترع اللقاح فشركات الأدوية فتحت عيونها على هذا النوع المربح من الاستثمارات سبب آخر لنقص الأدوية هو أن الأدوية بألمانيا يتم شراءها وفق عقود تنظمها وزارة الصحة والتأمين الصحي التأمين الصحي عنده شروط معينة منصوصة بالعقود تضمن شراء الدواء بسعر معين يعني يشترون الدواء بسعر معين لا يجوز رفعة من قبل من يصنع الدواء فاللي يحصل هو أن الأدوية ازداد ثمنها من قبل المصنعين وبالتالي خالفت شروط التأمين الصحي فلم يتم شراءها وبالنهاية حصل علينا نقص بالإمداد والصيدليات فقدت مخزون الأدوية البرلمان الألماني تخذ قرار مهم جدا الآن بخصوص الأدوية والقرار ينص على تجنب نقص إمدادات الأدوية بشكل أكثر موثوقية ويهدف القرار إلى عدم الضغط على مصنعي الأدوية وجعلهم يزيدون السعر بالشكل اللي يرضيهم من أجل أن ما يمتنعون عن بيع الأدوية للصيدليات الألمانية وبموجب القرار رح يوافق التأمين الصحي مجبر على زيادة أسعار الأدوية ليس ذلك فقط بل إلغاء عروض الخصم بالعقود يعني انتهى زمن أن تقوم التأمين الصحي بعمل عقد وبهذا العقد هناك شروط من ضمنها خصومات مع المصنعين وإلغاء الأسعار الثابتة وهذا يعني أن شركة تصنيع دواء ما دواء معين رح يصير بإمكانها أن ترفع السعر ربما الآن وربما بالشهر القادم رفع ثاني أو بالعام القادم يعني رفع السعر رح يكون إمكانية أن يكون متكرر حسب وزارة الصحة فإن كل شيء يكون هين ومقبول شرط أن ما يحصل نقص بالأدوية بالصيدليات الألمانية هذا كان موقف الحكومة الألمانية أما الحزاب الألمانية المعارضة مثل حزب ميركل عارض هذا القانون ووصف بأنه ما يحل مشكلة الأدوية برأيي الخاص للأسف الحكومة غير موفقة بإيجاد الحل والمعارضة يمكن تعارض فقط لأجل المعارضة وللأسف يعني ما سمعت أحد يدعو لفتح المعامل لإنشاء معامل لرجوع إنتاج الدواء بألمانيا وبالاتحاد الأوروبي فالإنتاج المحلي هو الحل الوحيد ويجنب يعني ألمانيا وأوروبا الاعتماد على دول آسيوية ودول بعيدة فقبل عشرين عام كان كل شيء يصنع بألمانيا أو يصنع بألمانيا من الأمور البسيطة إلى الأمور المعقدة الآن البسيط والمعقد يشترى من الصين ومن دول آسيوية أخرى موضوع من الآخر أصدقائي قرار تاريخي وهام جدا بهولندا وهو الإعلان عن إغلاق نبيب الغاز من أكبر حقول الغاز بهولندا اللي تنتج الغاز الطبيعي وهي حقول عملاقة تعتبر الأكبر بأوروبا وتقع بمقاطعة غوتينغين وهذا الإعلان جاء بعد أن أصبحت هولندا من 1959 ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي بأوروبا وضخت أكثر من 2300 مليار متر مكعب من الغاز نصفها للاستخدام المحلي والنصف الآخر تم تصدير يعني جزء أكبر مننا إلى ألمانيا وإلى بقية الدول الأوروبية الآن هولندا يعني تغدر بجيرانها الأوروبيين وتنهي استخراج الغاز من أكبر بقعة غازية بأوروبا وهي بمقاطعة جرونينغين أو جروتينغين والسبب هو شكوى قام بيها نواب مدافعين عن البيئة ضد شركة أكسون موبيل وشركة شيل هذه الشركات تقوم باستخراج الغاز الطبيعي من الأرض الهولندية والشكوى هي أن استخراج هذه الشركات للغاز أدى إلى حصول زلازل بالأرض وهذه الزلازل عددها 1600 زلزال أثر على مباني سكنية يسكنها يعني 100 ألف شخص عدد المباني هو عشرات الآلاف الناس المتضررين كل فترة يروحون للقضاء يشتكون على إنتاج الغاز الطبيعي ولكن ما يحصل لهم الشيء اللي يريدون هم يريدون يعني إنهاء إنتاج وتصدير الغاز الهولندي والحكومة الهولندية كل مرة بمرور الزمن تعطيهم تعويضات مالية حتى الآن تم دفع 22 مليار يورو لهم طبعا ما تم استخراج أن الغاز الهولندي من هذه البقعة الجغرافية تم بيع بمقدار 360 مليار يورو وعلى مرة الزمن قبل أن ينتهي إنتاج الغاز تم التقليل من إنتاج الغاز بسبب شكاوي الناس وشكاوي يعني حماة المناخ ولما كانت الحقول تعمل بكامل قوتها كان يتب إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز بالعام الواحد ولكن بعد 2021 تم تقليل إنتاج الغاز إلى فقط 4.5 مليار قدم مكعب والآن بأكتوبر القادم رح ينتهي يعني تصدير الغاز الهولندي إلى الدول الأوروبية إلى ألمانيا رح يخسرون ثاني أكبر منتج ومصدر للغاز بالاتحاد بعد طبعا دولة النرويج موضوع الأخير أصدقائي بألمانيا للأسف لازم أخبركم بأن الأكل بالمطاعب الآن سعر غالي بالمقارنة مع دول أخرى ولكنه رح يصير أكثر غلاء وللأثرياء فقط بوقت قريب جدا جدا والسبب هو أنه ببداية الكورونا لما كانت الأسعار طبيعية بالسوق والناس جالسة بالمنازل يعني هذا الأمر دمر صناعة الضيافة بألمانيا المقصود بها المطاعم والفنادق الأماكن السياحية اللي يقدم بها الطعام والشراب واللي حصل بوقتها تخفيض حكومي بضريبة القيمة المضافة وجعلها 7% فقط حتى الآن القيمة المضافة على الأكل بالمطاعم 7% اللي حصل هو أن الطعام ما رخص ثمنه ولكن الضريبة انخفضت والمطاعم صارت تتحقق ربح يعني حتى من المبيعات القليلة اللي حصلت بوقت الكورونا الآن نهاية هذا العام رح تنتهي تخفيض ما كبيره لعشاق الأكل بالمطاعم والأشخاص المجبورين اللي يأكلون بالمطاعم بسبب ظروف عملهم المسؤولة عن صناعة الضيافة بألمانيا وهي السيدة هاردكيس تقول أن الغلاء رح يشتعل بشكل كبير لأن أولا أسعار الطاقة من غاز وكهرباء ارتفعت بين آذار مارس 2022 وآذار مارس 2023 بمقدار 61% تكاليف الغذاء يعني ما يشتريه المطعم من السوق من مواد غذائية ارتفعت بمقدار 31% خلال عام واحد فقط بين 22-23 تكاليف المشروبات بصورة عامة حتى الماء حتى المشروبات الغازية ارتفعت 22% خلال عام واحد فقط فرض الحد الأدنى لإجور خلارات بالموظفين بمقدار 22% هذه الأمور مجتمعة رح تخلي الكثيرين يأكلون طعامهم بالمنازل طبعا حتى إغلاق يعني هولندا لأكبر حقوق الغازها رح يأثر بشكل أو بآخر على أسعار الطاقة بألمانيا وبالعالم ابتداء من الشتاء القادم بهذا الموضوع حسنا للنهاية شاء لكم استفادئة وتحياتي لكم مع السلامة